رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور واللي النهاردة كان الرئيس بيفتتح محطته المركزية محطة مصر محطة عدلي منصور المركزية إنجاز جديد فكرة الوفاء أيضا أنك إذا أعطيت لهذا البلد دون تفكير لا تقلق أنت مخلد أنت اسمك هيفضل موجود مرحلة من أجمل المراحل وأصعبها في تاريخ مصر كل سنة وحضرتك طيبين كل سنة والمستقبل أفضل كل سنة وإحنا قادرين إن إحنا نحقق معجزات ونوصل خطوات لقدام اللي شفنا النهاردة بقى هو جزء من المعجزات من الأحلام من الأفلام اللي كنا نتفرج عليها يا طرف يوم من الأيام مصر هيبقى فيها وسائل نقل آدمية بالشكل ده تحل أزمات المواصلات وتوفر في الوقود وفي نفس الوقت نبقى آمنين على نفسنا وعلى الآخرين لما كنا بنسافر بنشوفها في أي مكان أو حتى بنشوفها في الأفلام والمسلسلات الأجنبية بنقول إمتى حيبقى عندنا كده؟ واحد من الأحلام هي كل منظومة النقل اللي بتتنفس دلوقتي على أرض مصر رئيس النهاردة قال تريليون وربعمائة مليون جنيه حتى الآن هي الميزانية الخاصة بمنظومة النقل الحديث اقتار الكهربائي واحد من هذه المشاريع الضخمة اقتار الكهربائي اللي تم افتتاح النهاردة جزء أساسي ورئيسي فيه بدءا من المحطة الرئيسية محطة عدل منصور اللي هي تقريبا أكبر محطة في الشرق الأوسط محطة تبادلية بيجتمع فيها خطوط مختلفة لأنواع مواصلات حديثة يمكن النهاردة شفنا أشياء كتيرة جدا مبشرة ومهمة دايما كنا بنسمع عنها زي ما قلنا المحطة المركزية دي أطخم محطة تبادلية زي ما قلنا في الشرق الأوسط القطار الكهربائي الخفيف بيربط اللي تم افتتاحه النهاردة بيربط ما بين مدينة السلام والعاشر من رمضان العاصمة الإدارية دي مسافات مش قليلة أبدا التنقل فيها صعب جدا لعدم توفر وسائل المواصلات بالإضافة طبعا للمسافات اللي احنا قلنا عليها في حاجات مهمة جدا بتحصل على أرض مصر وكلنا لازم وإحنا بنشوفها وبندعمها نفرح بيها كمان تقريبا هذا المشروع متكلف لغاية دلوقتي تريليون أو تريليون وشوي وربعمائة مليون تريليون وربعمائة مليون حسن ما قال السيد الرئيسي نارد تريليون ونص في هذا المشروع هل يطرى جدوائي؟ جدوى المشروع القطار الكهربائي هو قطار صديق للبيئة ما بيستخدمش أي بنزين أو سولار أو خلافوفة ما بيطلعش عوادم فدي بداية فقط مصر كلها هتبقى كده حتى العربيات هتتحول ولكن البداية إنك تدفع فلوس علشان تعمل ده وتنقلك محطات بمنتهى اليسر والسهولة والنظافة فتقدر تروح في آخر الدنيا في العاشر من رمضان وحيمتد وحيأتي وبعد كده احنا مكملين لمرسة مطروح فلوس بتدفع بس فيه فلوس حتيجي هو حيجيب فلوس بس أهم من الفلوس شوفوا شكل القطر من جوة إنك حتركب وتنزل محطة بالسياكة دي بالأناقة دي الشاشات اللي انتوا شايفينها هتبقى فرصة إنه يبيع إعلانات ويجي عليها فلوس كتير وخلافه ولكن إحنا نستحق إحنا كمصريين نستحق اللي ما عندوش عربية حتى اللي عندو عربية أنا لو أضمن هناك وسيلة تجيبني المدينة الإنتاج الإعلامي أو تصفارني سكندرية أو توديني العاشر وهركب بالسياكة دي وهدفع 35 جنيه هي بدأ لها أسعار ده حد الأقصر 35 جنيه للتسعة محطات خيري اسمح لي بس خلينا أخذ التسعة محطات ب35 جنيه ده أرخص من بنزين عربيتي طبعا وأرخص من أي تاكسي هتاخدوه علشان لا ما فيش تاكسي منه أنا علشان أروح العاشر من رمضان من محطة عدل منصور هتفع لي 300 جنيه 400 جنيه على الأقل علشان أروح وارجع بزيكم مسئلة موسطات آمنة كمان يا خيري بمعنى أن طرقها معروفة محطاتها معروفة موعدها هتبقى محسوبة بالسانية المهم أن احنا مع كل الإنجازات دي نحافظ عليها نحافظ عليها لأن ملايين الملايين بتندفع فيها علشان خاطرنا إحنا فاحنا أولا حافظ على كل خط فيهم وعلى كل كرسي فيهم وعلى كل مكان فيهم أنت دايما حريصة على الحفاظ خلينا نفرح بيهم الأول ثلاث محطات هتدفع 15 جنيه خمس محطات 20 جنيه سبع محطات 25 جنيه تسع محطات 35 جنيه أسعار عادية جدا للي بيركابه تاكسي واللي بيركابه أوبر علشان أبتدي عدل منصور العبور المستقبل الشروق هليوبلس جديدة بدر الروبيكي مدينة المعرفة حضائق العاصمة مدينة الفنون والثقافة العاصمة الإدارية يعني ومدينة الفنون والثقافة على فكرة بقت جهزة وشكلها مبهر وشيء عظيم جدا وسمعنا النهاردة الرئيس بيتكلم عن الذين انتقلوا بالفعل والوزارات اللي انتقلت إلى العاصمة الإدارية والاجتماعات اللي بدأت تتم هناك بالفعل إجمالي عدد القطارات اللي حيتم تشغيلها 22 قطار القطر الواحد في 6 عربات التكلفة الخاصة بما تم 227 مليون دولار السرعة لهذه القطارات بتوصل ل120 كيلو متر في الساعة يعني توفير في الوقت وفي المجهود وأعتقد وسيلة أمريكاً وراحة ونرجع نتعلم ونمسك الكتاب وإحنا راحيين كده واللي بتفرج على فيديو وتفرج عليه براحته برضو بس نركب سماحات وناس تمتع الرئيس أيضاً النهاردة أوصى بإطلاق إشارة البدء اللي المرحلة الثالثة ألف من الخط الثالث لمترو الأنفاء اللي هيكون من محطة الراحلة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك وزير النقل كمان النهاردة قال إن محطة مدينة الفنون والثقافة جاهدة بنسبة 100% ودي المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائي هنا لازم نشير إن الرئيس راح افتتح مشروع ده جداً بعد ما اشتغل مش لسه هيفتتح مش لسه بيحط حجر الأساس بعد ما كل شيء تم هل يترى هو ده المشهوع الوحيد الكبير اللي بيشتغلوا فيه وبنوفاجأ بإنه انتهى هذه المشاريع علشان أنا فاكر المترو لما كان بيتحفر في التمانيناك وشفنا عذاب ما شفناهوش في حياتنا كانت الناس بتركب فوق سطح الأكتوبيس كنا بنط من الشبابيك من كترة زحاب كان كبر اكتوبر بنقف عليه علشان أوصل الأهرام وأنا ساكن في الجيزة في شارع مراد في الجيزة باخد أكتوبيس 108 أو اكتوبيس 8 بشارطة فاكر كويس جدا إنك تلاقي مكان في الاكتوبيس وتعود على الكبري ساعتين ثلاثة والله العظيم كنت باخد أمشي من الجيزة لحد الأهرام علشان الوقفة مش حالح أروح شغلي الصبح فده إنجاز عظيم جدا إن احنا نفاجأ إن احنا في ناس بتشتغل في ناس ما بتنامش في ناس وإحنا بنشكر وبنحي الرئيس وبنحي السيد وزير النقل سيط الفريق المحترم اللي باز الجهد ضخم جدا لازم نحيي كل عامل كل عامل مش بنبتدي من عند الوزير الفريق كامل وزير لحد أصغر عامل ما كانش بينام كان بيشتغل في الحر وفي البرد وفي المطر علشان يعمل إنجاز زي ده ويضيف إلينا في ظل المرحلة الزمنية اللي بنشتك فيها من أزمات مالية خدوا بالكو الذين يهيلون الطراب أنا عارف إن النهاردة بتوع الإخوان هيطلعوا ببرامجهم ويقول لك تريليون وخمسمية والناس مش لا يتاكل لا الناس لا يتاكل مهما كانت المعاناة كلنا بنعاني على فكرة والعالم كله بيعاني زينا لو لم نفعل هذا لم يغير شيء ولن يغير شيء من أكلنا وشربنا هذه المشروعات منح ومنح طويلة المدى والعائد بتاعها حيرتد إلينا وفي شركاتها تدير ده لكن أن تظل البلد شكلها وحش ومتراكم عليها السيء فالسيء على وضعنا السيء فيش حاجة بتبينيه مش حاجة بتمشي ما بنشوفش تطور ده شيء محبط جدا اوعوا تسمعوا لهؤلاء لأنهم مش عايزينها نفرع عايزينها تخرب كل حاجة حيتوروا في كل سنطوفة أنا آسف أن أنا خرجت بره الموضوع وحنروح له ولكن قاضي سابق أتى المرات عادية عادية لها علاقة بجواز سري وطلاء وبتاع ربنا يرحم مراته لا أنا بسمع تعليقاتهم وإزاي البرامج بتتوجه إيه لي دخل رئيس السيسي في واحد قتل مراته شفته الرئيس السيسي شفته السيسي عمل إيه وتبتدي تتحول مسألة أنها مؤامرة كبرى وهو جزء من الدولة وقاضي ففي مؤسسة فساد وأكيد فيه بالدخلية حد إيه وفي حد في الجيش إيه قريبه بيدوروا على الأسماء الشبيهة قريبه أو مش قريبه ده واحد من جوزة خانم مع امراته وقتلها واد ماشي ورا بنت قتل لكن أنا بقول لكم أنهم يبحثون في التراب وفي كل ذرة كانت حلوة أو كانت وحشة لأن طبيعتها وحشة لكنها تتحول لهدم الدولة المصرية وإحنا مش هنتهدم أبدا فلا